تلقى سامح شكر وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم لمناقشة وقف اطلاق النار وسبو لتمكين عمليات الاغاثة الانسانية من ان تصل الى المصابين والجرحة وتناول شكر الجهود التي تطلع بها مصر من خلال اتصالتها مع جميع الاطراف مشددا على اهمية العمل من اجل التوصل لوقف دائم لاطلاق النار وتجنب الخروقات في هذا الشأن حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق كما اكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع اي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقود من جهود التهدئة